بعد أن هاجر نبي الله إبراهيم عليه السلام من العراق إلى فلسطين ليبلغ دين الله عز وجل وكان معه زوجه هاجر وابن أخيه لوط عليه السلام فاستقروا هناك في فلسطين فأرسل إبراهيم عليه السلام لوطا إلى مكان يسمى قرى سدوم والذي يعرف حاليا بالبحر الميت وكان أهل هذه القرية من أفجر الناس وأكفرهم فكانوا يقطعون الطريق ويأتون في ناديهم المنكر من الأقوال والأفعال وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فقد ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم عليه السلام وهذه الفاحشة هي إتيان الذكران من العالمين من دون النساء فدعاهم لوط عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن هذه المحرمات والفواحش والمنكرات فقال لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فتمادوا في ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرهم وكبرهم فلم يستجيبوا للوط عليه السلام ولم يتركوا فعلتهم ولم يؤمنوا به قيل فما آمن من قرية لوط عليه السلام من أحد إلا ابنتاه حتى زوجته كانت كافرة فكانت تخبر زوجته القوم عن الرجال الذين يكونون ضيوفا عند لوط عليه السلام فقد كان لوط عليه السلام يخفيهم ويحذرهم من الدخول إلى القرية هذه فإنها قرية سوء فاسقة وكانت زوجته تخبر قومها بذلك واستمر قوم لوط على هذه الحالة فهم لم يرتدعوا بل وهموا بإخراج نبيهم من بين ظهرانيهم واستضعفوه قال الله سبحانه وتعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جرم لوط وأهله إلا أنهم يتطهرون فهددوه بالنفي وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب الذي يزعمه فقالوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فعند ذلك دع عليهم نبيهم الكريم فسأل الله عز وجل أن ينصره على القوم المفسدين فاستجاب الله تعالى دعوته وبعث إليهم ملائكته المرسلين فمرت الملائكة على الخليل إبراهيم وبشروه بالغلام العليم فأخذ الخليل عليه السلام يجادل الملائكة في قوم لوط رجاء أن ينيب ويسلم ويرجع عن فعلتهم فردت الملائكة عليه قائلين قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فرد عليهم إبراهيم عليه السلام قائلا أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال فمائتي مؤمن قالوا لا قال فأربعون مؤمن قالوا لا قال فأربعة عشر مؤمن قالوا لا إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها قيل لم يكن في القرية كلها سوى بيت واحد أهله مؤمنون كما قال الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فخرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام قاصدين أرض سدوم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وكانوا في صور شبان حسان اختبارا من الله تعالى لقوم الوطن وإقامة للحجة عليهم فوصل الملائكة عند غروب الشمس فلما رآهم لوطن عليه السلام تضايق من زيارتهم له وكان لابد أن يضيفهم ولا يدري أنهم ملائكة الرحمن كما قال الله تعالى ولما جاءت رسلنا لوطن سيئة بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب فقال لهم والله ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء فابحثوا لكم عن قرية أخرى وأعاد ذلك عليهم مرارا وتكرارا قالوا بل نحن ضيوف عندك يا لوط فاستضافهم عليه السلام على إكراهه فخرجت امرأة لوطن مسرعة لتخبر قومها كعادتها فقالت إن في بيت لوطن رجال ما رأيت في حسنهم قط فجاءه قومه يهرعون إليه كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ولم يكن قومه يعلمون ما هم إليه صائرون وصبيحة ليلتهم منقلبون ولهذا قال الله تعالى مقسما بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لا في سكرتهم يعمهون فأخذ لوطن عليه السلام يجادلهم ويراغبهم في بناته وهم يراوده في ضيفه فقال لهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فردوا عليه قائلين لقد علمت يا لوط أننا لا نبغي النساء وإنك لتعلم مرادنا فضاقت الدنيا بلوطن عليه السلام وعجز عن ردهم فأخذ يدعو الله عز وجل قائلا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ذكر المفسرون أن نبي الله لوطن عليه السلام كان يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يريدون فتحه وولوجه وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب فلما ضاق الأمر وعسر الحال دعا الله عز وجل فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وحينها قالت الملائكة مطمئنة لوطن عليه السلام قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قيل فخرج جبريل عليه السلام إليهم فضرب وجوههم بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل إنه لم يبق لمحل العين أي أثر فأخذوا يتحسسون الطريق ويتوعدون رسول الرحمن بأن يقتلوه في صباح الغد فأخبرت الملائكة لوطن عليه السلام بأن عذاب الله عز وجل سينزل وأمرت لوطن عليه السلام بأن يسير هو وأهله من آخر الليل وأن لا يلتفت منهم أحد عند سماع صوت العذاب الذي سيحل بأولئك القوم الكافرين قال الله تبارك وتعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما خرج لوطن عليه السلام بأهله هو وابنتاه رأتهم زوجة لوطن الكافرة وأحست بوقوع العذاب فتبعتهم ولكنها عندما سمعت العذاب بقومها التفتت إليهم وأخذت تقول وا قوماه فسقط عليها حجر من السماء فدمغها وألحقها بقومها فأصابها ما أصابهم إذ كانت زوجته على دينهم وكانت عينا لهم على من يكون عند لوطن عليه السلام من الضيوف فلما أشرقت الشمس صباح اليوم التالي نزل بهم عذاب الله عز وجل وجاءهم أمره الذي لا يرد وبأسه ونكاله الذي لا يصده قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود فقد اقتلع جبريل عليه السلام مدنهم بطرف جناحه من قرارهن قيل وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم يقال إنهم كانوا أربعمائة نسم وقيل أربعة آلاف نسمة وما فيهن من الدور والأراضي والحيوانات فرفع جبريل عليه السلام جميع المدن حتى بلغ بهن عنان السماء قيل حتى إن الملائكة سمعت صوات صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها جبريل عليهم فجعل عاليها سافلها قال الله عز وجل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود أي يتبع بعضها بعضا مسومة عند ربك أي مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه ويقتله وقال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا أي قلبها فأهوا بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من سجيل وكانت متتابعة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سيسقط عليه ثم بدأ المطر ينزل عليهم من السماء كما قال الله تبارك وتعالى وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين فقد جعل الله عز وجل مكان تلك البلاد بحرا ميتا منتنا لا ينتفع بمائه فصارت عبرة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته كما أخبر سبحانه في كتابه وصارت عظة لمن خاف عذاب الآخرة ترجمة نانسي قنقر